بداية بالاستقبال المطول الذي خصه له سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع والذي حمل في مضمونه مشاعر الأخوة والمحبة بين قيادتي الشعبين وإرادة مشتركة لتعزيز التعاون العسكري نقل من خلالها الفريق أحمد جايد صالح تحيات رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني إلى قيادة وشعب الإمارات العربية المتحدة بدعوة من محمد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ووزير الدفاع الامارات يشرع والفريق أحمد جايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني وزير الدفاع الوطني الشعبي في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من تاريخ السابع أي اليوم إلى 12 نوفمبر 2015 بكلية زايد الثاني العسكرية بمنطقة العين بأبو ظبي أين حل نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد جايد صالح حيث استقبل من طرف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع حيث سلمه الفريق أحمد جايد صالح رسالة كتابية من طرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد العزيز بوتفليقة قبل أن ينقل تحيات السيد الرئيس وتمنياته بنجاح في مهامه مؤكدا على حرص الجزائر الدائم على تدعيم أواصر التعاون والتقارب أكثر فأكثر مع دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الميادين وفي إطار تعزيز علاقات تعاون العسكري والتقني يقوم نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق أحمد جايد صالح السبت بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لحضور فعالية الدورة الثاني عشر للمعرض الدولي للدفاع آيداكس الفين وخمسة عشر تلبية للدعوة التي طلقها من طرف سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وزير الدفاع حاكم دبي حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني ممثلا لرئيس الجمهورية القائد العالى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد العزيز بوتفليقة يواصل نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد جايد صالح زيارته رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا بدعوة من سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الفريق أحمد جايد صالح كانت له سلسلة لقاءة مع كبار المسؤولين الإماراتيين موفدة تلفزيون اسمها الممني بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة علاقة تاريخية ومتميزة ولد استقباله من قبل سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أبلغه الفريق أحمد جايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تحيات فخامة رئيس الجمهورية وحرصه الشديد على تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات سيد الفريق أحمد جايد صالح مساء اليوم شرع في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي السيد الفريق استقبل بتشريفات العسكرية بمطار أبوظبي من قبل محمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وفارس المزروع المستشار في شؤون الرئاسة مرفوقين بكبار الضباط من القيادة العامة للقوات المسلحة